أمي يا سالي عمرها ما غلطت نفسها أبداً ولا بتعرف تقول أنا أسفة ودايماً تقول أنا عمري ما غلطت في حياتي وعندها أنانية بشكل غير عادي وأساوة قلب مش ممكن حسب ما قريت شوية في علم النفس تبعت المصطلحات اللي بقت منتشرة على السوشيال ميديا لاحظت أن أمي بينطبق عليها كل الصفات الموجودة في الشخصية النرجسية والله يا سالي أنا لحد اللحظة دي حياتي مجرد تأديت واجب مش حاسة أني عايشة بسببها ولولا أخو جزء أختي اللي ارتبطت بيه وحبني وحبيته الله أعلم حالتي كتتبقى عاملة إزاي مع العلم أن أنا وإخواتي مش بنزعل ماما أو بنعملها وحش بس فعلاً مش عارفين نتعامل معاها دايماً متقسمين لفريقين بسببها في البيت فريق فيه كل أسرتنا وأمي الوحدة فريق متجلين ترجمة نانسي قنقر